خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم لملف آخر وملف الأزمات القلبية لللاعبين اللي هو مش جديد يعني شفناه قبل كده وسمعنا عنه قبل كده لسنوات كمان طويلة واعتقدش هتكون الحادثة الأخيرة لأسف الشديد مبارح حصل وفاء جديدة للاعب سلطانة عمان تم إعلان وفاة لاعب نادي الرستق الرياضي منذر بن علي الحراثي وهو نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراثي وده يعني خلينا نقول لحضراتكم مش الوفاء الأولى في الدوري العماني لا توفي لاعب نادي مسقط برضو لو حضراتكم فاكرين مخلد الرقادي ده كان خلال عمليات الإحماء قبل مباراة لفريقه في ديسمبر الماضي يعني فحاجة محزنة جدا وزين كنت بقول لحضراتكم هي مش أول حاجة كريمة أو أول حادثة أو حتى للأسف هتكون آخر حادثة نحضرناها لايف في الفترة الأخيرة أكثر ممرة في أكثر من مباراة ووقفت أحداث المباراة وفكرة اللعيبة كلهم عملوا كردون حوالين زميلهم اللي وقع على أرضية الملعب وعدنا كمان وقتها نتكلم من المهم جدا أن يكون فيه استعدادات طبية في كل أماكن يعني بيحصل فيها لقاءات رياضية مختلفة مش بس بكرة القدم فكرة أن يبقى فيه استعداد وعربية إسعاف وجهاز صدمات كهربائية حتى كلمنا في الموضوع هذا كثير للموضوع متكرر على رأيي حصل كتير في الفترة الأخيرة طبعا بنتمنى السلامة للجميع وربنا يرحم من رحل عن عالمنا بص بقى الملف لا استنى أنا قلت لك عايزك أهم لا ما تروحش استنى أنا قلت لك الأزمات القلبية بأعمل أن أنا نزلت دراسة يا إحصائياتك أنا أود أنا أحب أدور لأن فعلا إحنا اتكلمنا في الموضوع ده شهر 12 اللي فات وقبل كده وقبل كده وبنقرأ وبنسمع لكن واحد دخل بقى عايز يعرف دراسة من الدراسات كانت معمولة بعنوان كده الأزمات القلبية بتقطف الرياضيون من الملاعب والأطباء بيكشفوا بقى السبب هو بيتكلم بيقول أسامي ناس كتير جدا أو لعبين مؤخرا أنهم يعني توفي بسبب الأزمات القلبية وبعد كده بيتكلم بيقولك أن واحد من كل خمسين ألف رياضي في العالم بيتعرض لتوقف القلب المفاجئ اللي بيعتبر المسبب الأول للوفيات لدى الرياضيين الشباب اللي ما بين 12 و 35 سنة طيب إيه القصة إيه المشكلة بيقولك أن في الإطار ده بتشير الدراسات لأنه بيوجد عوامل يمكنها أن تجعل من الرياضة عاملا مؤثرا يعني في الموت أنت متخيل أنت متخيل قد إيه الموضوع مرعب كده بقى تخلي الواحد يعيد ترتيب كأفكار وخار لا هو عشان أثناء ممارستهم للرياضة طبعا بيعملوا مجهود ما هو لها أسبابها بقى يعني هو بيقولك مثلا لو فيه أصلا وجود مشكلات صحية في الأصل لو أنت عندك منها الشوائب في مثلا تكوين القلب سواء العضلة أو السمام أو مشكلة خلقية في شارعين القلب فدي حاجة بتبقى يعني ما لهاش علاقة الرياضة أو يدي بتبقى حاجة في الإنسان أسا كمان أنه برضو بيقولك فيه بيحدث ممكن توقف مفاجئ نتيجة التهاب في عضلة القلب أو عقب تلقي ضربة قوية في الصدر أو ما يعرف يعني وليها مصطلح كده أو تناول اللاعبين لبعض المنشطات أو المقويات من غير استشارة طبيب ده ممكن يصيب اللاعب بسكتات قلبية مفاجئة يعني وفيه بقى استبعاد لأن فيه ناس برضو مؤخرا قدت لك هل كورونا لها علاقة فلا استبعدت الدراسة أن يكون هناك علاج فيروس كورونا أو البرد أو يكون العلاج ده سبب من أسباب الإصابة بأزمات القلبية في الملاعب لا أملهاش علاقة هي ليها علاقة بحاجات تانية أنت عرف أبوز الأخير من كلامك كمان ينطبخ قوي على إيه على الناس اللي هم محترفين قوي في رياضة كمان الأجسام ده بقى أنابوليكس وعمينو أسدز وكرياتين ومن غير استشارة طبيب وكده ماشي يعني لا الموضوع صعب يعني الفاكر برضو وفات بس ما كانش ليه علاقة قوي بالليل إحنا بنتكلم فيه بس النجمة محمود عبدالعليم لو فاكر ممدوح عبدالعليم آه طبعا كان برضو وقتها طالع من الجيم في الجيم عندنا في النادي برضو راح نطبع عليم كان برضو ليه علاقة بين تمرين غلط حاجة زي كده يعني بتحصل للأسف الشيء ده يرحمه على الفكرة بالمناسبة كان شخص يعني رائع على كل الأسعادة أخلاقيا وفنان يعني ربنا يرحمه ويرحم جميع أموتنا يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر